امطلقت صباح الأربعاء في عاصمة أقليم كردستان أربيل أعمال المؤتمر الاقتصادي المشترك بين أقليم كردستان وإيران بحضور رئيس وزراء أقليم كردستان ووزراء التجارة والصناعة والمعادن العراقي والإيراني وعدد من رجال الأعمال والتجار من الجانبين وخلال افتتاح فعاليات المؤتمر وفي كلمة له أعلن رئيس وزراء الإقليم نيتشرفان بارزاني أن هناك 359 شركة و135 مصنع إيراني تعمل في الإقليم بارزاني أضاف أن حكومة كردستان بذلت ما بوسعها من جهود لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إيران ومن هذه الجهود فتح منطقة تجارية حرة بين الجانبين وتحديد موقعها في معمر برويز خال الحدودي مردفا بالقول إن التنفيذ المشروع بحاجة إلى خطوات ثنائية مع بغداد وتابع بارزاني أن المباحثات الأخيرة بين بغداد وأربيل أثمرت عن إعادة فتح العديد من المعابر المغلقة في الإقليم كما أن حلت العديد من المشاكل بين الطرفين وهذا سيكون عاملا مساعدا لتوسيع التجارة والاقتصاد لإقليم كردستان والعراق مع إيران داعيا الحكومة الاتحادية إلى الموافقة على تسجيل خمسة ملافذ حدودية في الإقليم وجعلها رسمية هذا ويبحث المؤتمر عددا من القضايا ذات صلة بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين أقليم كردستان وإيران وتعزيز التبادل التجاري والسياحي بين الجانبين والمسائل الحدودية من جهته دعا وزير التخطيط في حكومة الإقليم الحكومة الاتحادية في بغداد لإلغاء منفذ الصفر الجمهوركي بين إيران والعراق في محافظة ديالة لافتا أن بقاء هذا المنفذ مفتوحا لا يصب في مصلحة كردستان والعراق وإيران مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الأقليم وإيران بلغ 8 مليارات دولار في العام 2017